كبير بدنيه ما بقاش ده زمان. زمان شيخو كويتيه كان مرعب. كان ما بيهمتش. الخبرات في الأدوار دي بتبقى شوية مهم. وكده أنا ميل انه هو تتعروح للأرقام ونرجع ثانين نكمل نص الملعب. دي الأحصيات مصر في أومة أفريقيا 2021 معاك يلا. آه ست مباريات طبعا متوسط الاستحواز 54% ده معقول جيد. معقول جدا جدا لان احنا فلسفتنا مش فلسفة هجومية بحتة وده صح جدا. وده اللي نجحنا اصلا في البطولة ورغم كده 54% ده يعني مساكنا الكرة يمكن مطش المغرب كان معاناك كرة اكتر منهم وده كان على غير المتوقع. يعني التزديدات 76 التزديدات على المرمى 20 معقول طبعا معقول انك مش مش كل الكرة. في خلال 6 مباريات 20 معدل 3 كل مباراة يعني معقول. معقول مش قليل. ممكن ناس شوفوا رقم قليل اللي شوفوا معقول جدا بالزبط. كنت لسه اقولك كده انت لعبت مع نيجيريا لعبت مع كوديفور مع مغرب مع كاميرون. فمش دي المنتخبات اللي انت هتروح بها عالجل 5 و 6 مرات في كل مرات. طبعا يعني التمريرات 2070 التمريرات الصحيحة 2072 رقم برضو اللاجك. معقول. اه العرضيات 112 العرضيات الصحيحة 29 ده رقم على فكرة معقول جدا يعني. برضو يعني نسبة النجاح في العرضيات مختلفة تماما يعني الباص. انت بتباصل زميلك العرضيات انت بتلعب واستخامة 6 سبع مدافعين فبيبقى الموضوع مختلف كل عرضية نكحة لها تماما يعني. الرقمات 39 التسلل 6 الأخطاء 214 والاندارات 9 أرقام كلها كلها معقولة وده يقول ان احنا شغالين كويس عندنا مدرب شغال كويس قوي ومحفظ اللاعب ادوارهم كويس قوي. مفيش عندنا رقم ملفت مفيش عندنا رقم قليل ما عندنا احنا قليلين قوي في التزديدات مش بنفق استحوازنا مش ضعيف مش بنرتكب أخطاء بشكل اوفر. لا في توازن في توازن في كل حاجة في توازن وده يقول ان يعني عندنا مدير فني شغال كويس قوي قوي يعني. ولسه كمان لان الراجل ده ما وصلش للمرحلة الكاملة في التكيف مع اللعيبة المصرية ولسه عنده لعيبة لسه مدخلتش. في النحن. واعتقد المنتخب بقى كمان شكله أحسن. تتكلم عن ذلك فان يعني مسك المنتخب في شهر عشرة. بالضبط ما كملش خلال شهور أو ثلاثة أربعة شهور يعني. فلا الراجل عمل حاجة عظيمة يعني. وخاصة دماء كتير. يان هربيت يان هربيت يعني. عايزة حلقة. تخلش على السنغال. السنغال طبعا متوسط الاستحواذ 58% بالضبط أعلى مننا بس شوف بقى فرق المشوار يعني. تتكلم عن انتخب لعب مينيا الاستوائية ولعب كاب فردي. وقبقات الماتش لعب وكان بوركي نفسه يعني فشوف فارق المشوار ورغم كده نسب الاستحواذ. مش عالي يعني. تزدات 81 تزدات على المرمى 24 برضو رقم منطقي التمريرات 2249. التمريرات الصحيحة 1028 أقل مننا. وده يوضح لك إن احنا برضو. مستويات متقربة. لا بالضبط. العرضيات الصحيحة 104 والصحيحة 35. هم أحسن مننا شوي. أحسن مننا لأنه يشتغل عليها كتير جدا. يشتغل عليها زي ما قلنا ساليوسيس بيشتغل. هم مميزين فيها. بيلعبها كتير أمو على طول طول الماتش هو وحتى بناسرق منه بيقف. بيعرف يطلع كويس بس بيعرف يطلع وبيعرف يرفع العرضية أمتى. فده رقم برضو مش غريب التسالة لتسعة الأخطاء 79. الانذارات التسعة. الانذارات التسعة برضو زينا. الأرقام برضو. الأرقام تقول إن إحنا أمام منتخبين متكافئين بقدر كبير جدا. رغم فرق كبير في الأسماء. مع إحنا لعبتنا رجالة ولعبتنا مش غريب قويس جدا. أسمهم أحسن. لا بتتكلم. أو محتلفين هم أكتر. آه طبعا لا. هو كمان محتلفين أكتر. والاحتراف مش وليد الصدفة. يعني متكلم النهاردة إن أنا خط دفاع. يعني الحارس وخط دفاع السنغال. الحارس في تشيلسي. الباك اليمين في بايرني ميونيخ. البين الدفاع في نابولي. وفي باريس سان جرمان. والراجل الباك الشمال الغالبان بتاعهم بلعب فنانسي في الدورة الفرنسية. يعني اللي هو الراجل يعني الأقل إسمي فيهم. اللي هو أصلا مصدر خطورة كبيرة جدا. تدخل في خط الوسط. نام بلس مين دي في ليستر سيتي. إدريس في باريس. شيخ كياتيبي. راجل بلعب في بريمر ليج. كريستل باريس. وماني طبعا غاني عن التعريف. إسماعيل سار واتفورد بريمر ليج. فمرة ديديو يعني الراجل برضو من الناس الغالبان عندهم بلعب في ألانيا سبورد تركي. يعني لا لا طبعا فرق فرق كبير وفرق شاسع. لكن طول عمرنا في ماتشاطنا معهم أو ماتشاطنا مع كود ديفار أو الكاميرون محترفين هم أقوى بكتير. بس إحنا بيبقى لينا الأفضلية وإحنا لينا الملكة. إن شاء الله إحنا عندنا إحنا إحنا بنعرف نلعب دي كويس جدا الحمد لله. إحنا في معظم الأوقات طبعا مش دايما يعني لكن بنعرف اللعبة الذهنية بنلعب معهم كويس جدا. وأنا متابع للستوديوهات التحليلية في المغرب والجزائر وتونس من أول بطولة. دايما دايما بيتكلموا عن منتخب مصر إن هو يعني هو المنتخب الوحيد العربي الوحيد. اللي بيعرف يكسب منتخبات بيسموها جنوب الصحراء منتخبات الأفريقية بتوع الغرب ووسط أفريقيا. السنغال والكاميرون ونهجيريا وكود فور دايما هم بيلعبوهم بخوف شديد جدا المغرب مهما كانوا في أحسن حالتهم. الجزائر والمغرب وتونس دايما بيهابوا المنتخبات دي دايما يدرموا المثل المثل. احنا بنعرف تعامل معهم كويس جدا وبنلعب بشجاعة وبنلعب بثقة. بالعكس هم اللي بتصدلهم الخوف. شفنا كودي فور وهم خارجين من ماتش الجزائر يعني مرعبين. وكل الناس اللي بتابعوا البطولة بتكلموا إن كودي فور مرشح قوي جدا. المنتخب مصر ما ظهرش بالواجه الأمثل في الدور الأول. ورغم كده كان عملنا حساب كبير جدا. وكلش طبعا قدر المباراة بشكل عبقري. وفي النهاية تفوقنا الحمد لله وعملنا ماتش تيك تيكي كبير جدا. لأننا برضو عندنا برضو صلاح عامل قيمة لمرجح كافة المنتخب في حاجة كتير جدا. طبعا طبعا. تعال نروح لصلاح همانين. يلا نشوف صلاح همانين مهاجهة طبعا العالم كله يعني قطحت أنظر العالم كله. بسبب طبعا المنافسة الفردية ما بينهم في ليفر بور الآن. ده يعني منافسة العمر ما بينهم. هنحصل أي فكارة كمان. طبعا طبعا. حاجات كتير حتى على الصعيد الشخصي. الصعيد النفسي. تخيل اللعيب اللي دايما فيه منافسة فردية ما بينكم. والناس بتبص على كل تفصيلة في تفاصلكم. ده مباراة بطولة. مباراة يا انا هكسب كاس الأمة الأفريقية. وده هتخلي لعيب كعب وأعلى من اللعيب برضو في الجواز الفردية الفترة اللي جاي. كل حاجة ده صلاح إن شاء الله بإذن الله نكسب كاس الأمة الأفريقية. البطولة دي هترجح كافة صلاح مش بس في أفريقيا. ترجح كافة صلاح في بالوندور وفي تاباست. إنه بقى أحسنها في العالم. شخص اللي عندي أحساس كده. يعني طبعا يا رب ربنا وفانا. إن صلاح يبقى شبيه بميسي السنة دي. ميسي أول بطولة ياخدها مع منتخب الأرجنتين. إن شاء الله صلاح ياخد أول بطول الأفريقية. إن شاء الله صلاح طبعا يا رب ربنا يحميه. ماشي بشكل مبهر مع ليفر بول. فرديا وجماعيا. لو إن شاء الله كسب كاس الأمة الأفريقية. وبإذن الله صعدنا لكاس العلم. هي بليه أفضلية. وإن شاء الله ياخدها في الدور الإنجليزي كمان السنة دي. خلاص هي. هتلاقي العلم أجمع. خلاص مجمع. لإن صلاح أفضل لها في العلم في نهاية الأفريقية. أنه يأخذ. يأخذ.